دلوقتي نتكلم عن كمية الطعام يا ترى هل كمية الطعام تختلف من شخص لشخص؟ أكل قد ايه؟ هل يا ترى أنت قلت لي كل 400 جرام سلطة و400 جرام نشويات و100 جرام بروتين و100 جرام؟ ده ثابت لناس كلها؟ هل الطفل الصغير الذي ينمو زي الرجل الكبير أو ستة الكبيرة يأكله قد بعض؟ طبعا لا في مراحل وحالات تتطلب سمول فريكوانت ميل واجبات كثيرة أنا عندي ابن عنده سنتين ثلاثة عاوز يأكل كل ساعتين ما تقولش بقى هو عنده ديدان هو طبيعته كده لا ينمو فالهضم عنده سريع فكل ساعتين ثلاثة بيأكل فإذا كان البالغ الرشيد العاقل بيأكل ثلاث مرات أو مرتين فاللي لسه ينمو بيأكل خمس مرات أو ستة وده مش بطنه مخرومة ومعندوش دانو الحياة هو كده طبيعته مين تاني يأكل كتير؟ المرأة الحامل في أشهراء الأخيرة مثلا المعدة بتاعتها صغيرة فهي حامل والجنين يعني ضغط على المعدة فتأكل كمية ليلة مش قادرة تكمل فتخلصها بسرعة كمان ساعتين عايز أتاكل ما تقولش بقى دي عام ده فاجعة هي طبيعتها كده مرضى السكر يفضل لهم يعني افطار وسنيكس أو حاجة بسيطة أو غدا وسنيكس وحاجة بسيطة وبعدين عكب انت فاهم؟ يعني ما ينفعش هتديله وجبة طويلة اجتمال يوع منك في النص فيه ناس مش محتاجة في اليوم الاربع عشرين ساعة أكتر من وجبة واحدة طيب والأكل محطوط فيه واحد بيشتغل أعمال عضلية حداد نجار فلاح بيعزق عامل بيشيل ما تقدرش تقوله كل نص رغيف وطبع صلطة صغير وحطة يعني ايه ده ده أكل أحلف عليه ده ولا أكل اشتغل بيه ولا ايه فده محتاج يعجن يهرس فإذا كنت انا يا بتاع المكتب مزيع أو طبيب أو مدرس أو حد بيشتغل بعقله محتاج نص رغيف فالرجل ده محتاج ستة رغيفة ومحتاج طبقين ثلاثة صلطة ما تزعلش منه لما يأكل مين اللي يزعل منه لو كتر في الأكل؟ إنسان هبطان وقاعد ما بيشتغلش وياكل وبطنه تكبر وياكل وبطنه تكبر فإذا كان الإنسان بيعمل مجهود جامد ومالوش كرش لا يعني لا تلومه فيما يأكل بس بشارك تطلبه بالطعام المتوازن لازم بروتين ولازم نشويات ولازم خضروات ولازم منتجات قلب ده لازم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا على مائدة الباقلاء اللي هو الجرجير والرجلة والبقدونس وكل الحاجات الخضرة وكان يزرع سلمان الفارسي ويأتي بها على مائدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى سمية المائدة الخضراء المائدة الخضراء طبعا الناس كلها بتتكلم عن التمر والماء والأسودين وينسوا الوجبة الصحية خالص ينسوا الوجبة الصحية خالص وكأن النبي عليه السلام كان عنده أمراض سوء التخزي فمهم جدا نبي يعني يعني يعرف ان كمية الطعام تختلف من إنسان لإنسان حسب السن في إنسان بيحتاج غير وجبة واحدة في اليوم ومعندي مقدسات اسمها وجبة الإفطار مقدسة وجبة الغداء مقدسة ووجبة الغداء مقدسة لا يوجد هذا الكلام يعني النبي عليه السلام كان يفطر على سبع تمرات وكانت له وجبة بالنهار وكان يقول إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا لإيه فقدموا العشاء بتاكلوا قم صلي وما فيش حد فينا من أيام النبي وإلى الناس الصالحين بيأكل الساعة 11 و 12 واحدة إنما جدت علينا أشياء غريبة جدا خلت الناس تاكل في معيد غلط وتاكل بالليل متأخر وتنام وفي ناس بتوع تستهلة طول الليل فطبعا الكلام ده بيضيع الدنيا وبيعملنا أمراض خطيئة